حياة الصلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر منامن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القرب واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقاموا الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الخساس في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ولنفى بلنفى فمن عفي له من قيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعترى بعد ذلك فله عذاب نليم ولكم في القصاص حيات يا أولي للباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أهدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لوالدين ولقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسي جنفا وثما فأصله بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من خبركم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوه خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسمه ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم أعلم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط لبيضوا من الخيط لسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهم وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهم وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بجسم وأنتم تعلمون الله أكبر صني الله لمن حمده ربنا ولكا وهم الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسألونك عن الله التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأنتات البيوت من ظهورها ولكن البر من التقيوات البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتلوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث سخفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تخاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعملة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا وبه أدم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نصف فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوخ ولا جرال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاج التقوي واتقون يا أولي للباب ليس عليكم جناهنا تبتقوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا خضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولكره الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكر الله في أيام معدودا فمن تعجل في يومين فلا إسم عليه ومن تأخر فلا إسم عليه لمن اتقاه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك خوله في الحياة الدنيا ويشفد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرس والنسل والله لا يهب الفساد وإذا قيل له اتق الله أغذته العزة بجسم فحسبه جهنم ولبيس المهاد ومن الناس من يحبي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن سللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وخضي لمر وإلى الله ترجع الأمور فالبني إسرائيل كما تيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله سديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتخوا فوقهم يوم الخيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم عم حسبتموا أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتاني والمساكين وبن السبيل وما تفعلون من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شرء لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدر منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبط طعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولكاهم الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام يقول اسلاح له خير وإن تخالطوهم فيخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكه المشركات حتى يومنه ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم ولا تنكه المشركين حتى يومنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرون فإذا تظهرنا فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصرهوا بين الناس والله سميع عليم لا يواقذكم الله باللغب في أيمانكم ولكن يواقذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يورون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلخات يتربصن بأنفسهن ثلاثة خروق ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهم أحق بردهن في ذلك إن رادوا إصلاها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف وتصريهم بإحسان ولا يحل لكم أن تاقذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يقفى أن لا يقيما حدود الله فإن سفتموا أن لا يقيما حدود الله فلا جناها عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكه زوجا غيره فإن طلقها فلا جناها عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف ولا تنسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقضى لما نفسه ولا تتغذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعذكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن عن ينكهن أزواجهن إذا طرادوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكي لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده والمنى ولا كالحام الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن رادا فصالا عن طراد منهما وتشاور فلا جناها عليهما وإن ردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناها عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربسن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناها عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا خولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاه حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناها عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفردو لهن فريضة ومتعوهن على الموسيقى دروه وعلى المختر خدروه متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتوهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضة فنصف ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالنا ورقبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناها عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات مطاع بالمعروف حقا على المتقين فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعطلون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ومقام الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله خرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إن له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عزيتموا إن كتب عليكم الختال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم الختال تولوا إلا خليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيئهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله الصفيه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيئهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبخية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالبنود قال إن الله مبتلك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغطرف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برسوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وسبت قدامنا وانصرنا على الخوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتيه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا رفاع الله الناس بعضهم ببعد لفسدت الأرض ولكن الله دو فضل على العالمين تلك آيات الله نبلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ونجاهم الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم 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 الرحمن الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تلك الرحمن 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 الرحيم ما يريد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاقوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسقى لأنفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاقوة يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النير هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أنا تيه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على خرية وهي خابية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال لبست يوما أو بعض يوم خال بل بستمئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حميرك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء خبير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن خال بلى ولكن ليدمئن خلبي قال فاخذر بعطا من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن ياتينك سعيا وعلمن الله عزيز حكيم الله الله أكبر صمع الله لمن حمده ربنا وركاها الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مسل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمسل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسر عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدخة يدبعها أداء والله غني حليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتتك لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أَيَا وَدُّ أَحَدُكُمُ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَعَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ دُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَعَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كذلك يضين الله لكم لا ياتلعا لكم تتفكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَفْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِدُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا عَنَّ اللَّهَ غَمِيٌّ حَمِيدٌ الشيطان يعدكم الفقر ويعملكم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله وافر عليم يؤمن حكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فقدوتها خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة ونذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدخات فنعم ما هي وإن تخفوها وتلطوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك رحم الله أكبر 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 السلام عليكم الله أكبر أعوص بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليس عليك هديهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بزيمهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهير سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخضطه الشيطان من المسيء ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاءه موعذة من ربه فانتهي فله ما صلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربى ويرجي الصدقات والله لا يكب كل كفير نثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذبوا ما بخي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فادموا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عذرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وارتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تراينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتبنا يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخث منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها نوضعي فنولا يستطيع أن يمله وفليملي الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرعتان ممن ترضون من الشهداء ينطضل عهداهما فتذكر عهداهما لخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تفأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك مؤقصة عند الله وأقوم للشهادة وعدنا أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحنا لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوح بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولدى الحمد الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر أعوص بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم خلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من خبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واعفر لنا وارحمنا أنت مولينا فانصرنا على الخوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مين الله لا إله إلا هو الخير الخيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التورية والانجين من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوالباب ربنا لا تثق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لونك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من خبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شريد العقاب قل للذين كفوا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبيس المهاد قد كان لكم آية في فئتين ارتخطا فئة تخاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يوير بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والخناطير المخنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا وركاهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم صبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي خدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غساء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسر كأل اليسرى فذكر النفع في الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها لشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قلف لها من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل توسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبغى إن هذا لفي السحف الأولى سحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولكاها الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين الله الله أكبر سنع الله لمن حمده ربنا ولك رحم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفعن أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ندا وقب ومن شر النفاسات في المقد ومن شر حاسد ندا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل عوث برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوصلث في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر صمع الله لمن حمد ربنا ولك رحم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم